تواصل مصر تكثيف جهدها في تجهيز المساعدات الإنسانية المتجهة للأشقاء الفلسطينيين لمنفذ كرم أبو سالم من خلال معبر رفح البري يأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته التعصفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من المساعدات الإنسانية وشحنات الوقود مزيد يطلع عليها زميل كريم بيبرس مراسل التريفزيون المصري من هناك تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين نتابع معا ادخال المساعدات الإغافية إلى الأشقاء في قطاع غزة إلا أن اليوم السبت قوات الاحتلال هو إجازة رسمية عند المعبر كرم أبو سالم من ناحية قوات الاحتلال وتمنع دخول المساعدات الإغافية هذه الشاحنات من خلف متوقفة منذ الأمس واليوم لم تتحرك ولم تدخل إلى الناحية الأخرى من رفح الفلسطينية ولكنها مستعدة دائما لها الدخول عبر بوابة معبر رفح المصرية لأن السلطات المصرية والحكومة المصرية لم تغلق أبواب بوابة معبر رفح المصرية بشكل عام ومنها تتحرك بالطبع هذه الشاحنات إلى الناحية الأخرى عن طريق معبر كرم أبو سالم منذ يعني أول يوم فعيد الأطحى المبارك لم يدخل إلى معبر كرم أبو سالم أو من معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة إلا 96 شاحنة فقط محملة بيئة المساعدات الإغافية و10 شاحنات من المواد البترولية تمنع قوات الاحتلال دخول شاحنات البترول بشكل عام من السولار خصيصا وهو الذي يعمل لتشغيل المساعدات المختلفة التي خرجت بالفعل عن العمل تماما وتوقفت عن العمل تماما نتحدث عن 85% من هذه المساعدات خرجوا بالفعل عن العمل تماما نتحدث أيضا عن استمرار للقصف المستمر للأماكن الآمنة التي حددتها من قبل قوات الاحتلال مثل منطقة المواصي برفح الفلسطينية يتم قصف هذه الأماكن ويرتفع عدد الشهداء لأرقام كبيرة يعني اليوم ربما تخطط أعداد الشهدات مئة وأكثر من مئة شهيد نتحدث هذه الأرقام اليوم استهداف مباشر للمدنيين أيضا استمرارا لمسيرة الإبادة الجماعية لتنتجها قوات الاحتلال ضد الأشخاص الفلسطينيين في خطاع غزة لا تقتصر فقط على توقيف المستشفيات والقصف المستمر للمدنيين ولكن أيضا هناك تبعات هامشية لهذه الاعتداءات منها توقف العملية التعليمية نتحدث عن استشهاد أكثر من 450 يعني شابا من طلاب الثانوية العامة خلال الأشهر الماضية نظرا أن توقف أكثر من ستمائة ألف طالب من دخول الانتحانات هذا العام من الثانوية العامة لذلك هي إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى من تجويع من منع دخول هذه المساعدات من توقيف لعملية التعليم والصحة وغيرها من الأشكال الأخرى تنتجيها قوات الاحتلال لدى الأشقاء في قطاع غزة هذه هي الصورة من العريش مرفح والآن أوداء